إذن انتلقنا في هذا العدد من برنامج الباب على الباب وإلى ملفنا الأول والسؤال ما هي مساحة حرية تعبير المعلمين داخل المدارس وما هي الخطوط الحمراء أمامنا يمكن هذا السؤال كمحوري كبير مصطفى وراح نفتتح فيه مع هذا الملف وحلقة الأسبوع من برنامجنا ومع ضفتين من المجال أيضا التربوي وأيضا الحقوقي بشكل خاص بعد ما تم نشر دليل حرية التعبير للمعلمين والمعلمات من قبل جمعية حقوق المواطنة لا شك بأنه محور واسع ولكن رح نحاول نخصص له الوقت الكافي حتى نجيب على الأسئلة الكبيرة سؤال يحتمل أيضا الكثير من الجدل لكن رح نحاول نفهم حدود المعلم العربي داخل مدارسنا في شتى القضايا والموضوعات وعن هذا المحور نستطيع في ستوديو الباب على الباب كل من مركزة مجال التربية والتعليم للمجتمع العربي في جمعية حقوق المواطن سهير جرجورة ودكتور سيرين نجلي مديرة مدرسة القسطر في الناصر مساء الخير لك أهلا وسهلا فيك إذن خلنا نبليش مع هيك نحكي عن الدليل بشكل كبير ست سهير شو المضمون اللي من لقي فيه الدليل المضمون اللي من لقي فيه هو مضمون تربوي وقانوني عمليا هو دليل لحرية التعبير عن الرأي لدى المعلمين والمعلمات للجمهور العربي وأيضا الجمهور اليهودي يتعلق بكل ما يتعلق بالحيز التربوي شو مسموح شو ممنوع تفوهات داخل الصف داخل المدرسة بكل ما يتعلق بنشاطات تربوية سياسية الحديث حول جهاز التربية والتعليم دعوة عناصر خارجية إلى المدرسة أنا كمركز أو معلمة معني أدعو منظمة حقوقية هالمسموح ممنوع شو قانون وشو الأعملية وكل هاي فعلا أمور هيك هامي دكتور سيرين أكيد رح نسألك عن قديش إحنا بحاجة لمثل هذا الدليل ولكن مقبل يعني حضرتك مديرة مدرسة ووفق هاي الرؤية الإدارية قديش عمجت في مساحة للحرية للمعلمين والمعلمات داخل الصف بشكل خاص أنا بفكر أنه في مساحة من الحرية ولكن أهم من المساحة من الحرية وقبل المفروض إحنا نفكر اليوم بالقوة وبالتأثير الكبير للموجود للمعلم على طلابه بشكل عام مش بس بالأمور السياسية وإنما بكل ما يتعلق بتصرفاته وبسلوكياته وبتفوهاته داخل الصف بكل الأصعدي اليوم تأثير المعلم هو كبير جدا كل ما يقال للطالب من قبل المعلم بغض النظر سلبي أو إيجابي يترك في نفسه أثر يؤثر عليه يؤثر على طريقه التفكير فهي مسؤولية كبيرة يعني إحنا ما نفكر أنه وكأنه الحرية المطلوبة هي أمر للمعلم باخده بنبسط عليه وخلاص اليوم كل ما كان فيه مطلب من المعلم أنه يتحدث بأي موضوع إن كان هذا يعبر عن مسؤولية كبيرة اللي المعلم بيحملها بغض النظر شو كانت الأجندة أو الموضوع أو نقاط البحث السياسية أو اجتماعية أو التربوي اليوم لما بنا نحكي على موضوع التنمر المعلم لازم يفكر كتير شو يحكي وكيف يحكي وقديش يحكي وشو المساحة اللي يقدر يحكي فيها وشو المساحة اللي يعطيها المطلوبة إذا كل معلم هو مؤهل أنه يعطي معلومات في كل قضايا اللي ممكن الطلاب يسألوا عنها هذا رح يكون فعلا نقطة من نقاط حوارنا ولكن بدنا نسأل عن الداعي يعني يمكن إحنا مرات ما نقول إذا بنسأل حالنا بشكل عفا وعفاف ممكن نفكر أنه لا أكثر بكثير من النعم بما يتعلق بحرية المعلم فأفضل ابعاد امشي حد الحياة يا رب السطرة بدون ما تقذي نفسك شو الدع اللي خلاك تقوله لازم يكون في دليل يوصل لأيدي المربين والمعلمين هو بالأساس في عدة أسباب الأسباب تبلش أنه إحنا عملنا مع وكلاء تغيير إن كان معلمين والعلمات بالحقل إن كان جامعات وكليات لتأهيل المعلمين العرب في البلاد بالورشات والاستكمالات اللي عادة منعملها دائما بيطلعوا هذه الأولى التساؤلات أين حرد التعبير لتلبع المعلم؟ أديش هو؟ عنده مساحة حرة عن تقليص الحيز التربوي كمان كان فيه إشكاليات بالفترة الأخيرة عقب الأحداث السياسية اللي شاهدتها لبلاد وكان فيه توجهات من المعلمين كان فيه إعتقالات لطلاب فكان فيه تحديات كتير كبيرة حول الحديث حول الموضوع بالصف وصراحة كان فيه تخوف فهذا الإش هيك خلانا بمحل إحنا نسرع عملية إصدار الدليل عشان نعطي عمليا جواب لكل جمهور المعلمين والعلمات اللي نشتغل معه الدكتور سيرين قديش لمعلم يعني بدخل على المدرسة بالذات إذا كانت نقول في بداية طريقه يعني هو مش معلم اللي عم بدرس في المدرسة من سنوات قديش بدخل وهي الأمور واضحة لإله يعني هل الوزارة بتحدد فعلا قديش فيه مروني؟ خلينا نقول بمساحة حرية التعبير عن الرأي؟ الوزارة اليوم أكتر من أي فترة مرأة بتشجع أن الطلاب تعبر عن الرأي لأنه واحدة من المهارات القرن الواحد وعشرين للوزارة كتير بتعزز العمل عليها هي مهارة اللي اسمها التفكير النقدي حشفابي كورتيب وعشان الطالب يكون عنده في تفكير نقدي يطلب منه أنه بأي مناسبة بأي ظروف بأي موضوع نطرح عدة آراء الولد يتعود يسمع أكتر من رأي في عنا خطوط اللي هي دايما مرافقة لإلنا وهي عبارة عن قوانين الحديث أنه التحريد ممنوع الإساءة ممنوعة الإهانة ممنوعة لأي حدا من الموجودين وكمان لأي حدا من الجهات المختصة احنا منعلم الولاد اليوم عبروا عن رأيهن منقول للمعلمين كمان أنا باخد بعين الاعتبار أنه مش كل المعلمين كبروا بمدارس مثل جزء من المدارس اللي كانت تعلم الولاد على التعبير عن الرأي فبلا أنه في تفاوت بقدرات المعلمين وبمؤهلاتهم وحتى مرات بتستغربوا بالمعرفة الأساسية اللي بتخص أمور كتير أساسية اللي منفكر أنه كل المعلمين بيعرفوها عشان هيك اليوم الإدارات تعمل على توحيد المضامين تعمل على توجيه المعلمين قبل حتى بالأحداث اللي تفضلت فيها سهير حكينا قبل ما نفوط على الصفوف مع الولاد كان فيه إمكانية للمعلمين يعبروا عن حالهن وكان فيه توجيه إحنا كيف نعمل الطرح للمعضيع الحساسي هاي اللي فيها كتير غضب وفيها كتير وجع وكان فيها تفاهم كمان للجهتين اليوم إحنا من ربي ولادنا يسمعوا أكتر من موقف يقدروا كمان هن يعبروا عن رأيهن بشرط ما حضب يسيطر بموقفه على الثاني لا تطالب على الولاد ولا الولاد على الولاد زملائهن فيه أمور أخرى لشك بأنه ممكن تحدد أو تكون مسموحة وإحنا منعرفهاش بهمني هيك نعطي تفسير للمربين وكمان لا أولياء الأمور اللي ممكن يكونوا عم بتابعوا هاي الحلقة شو الآ شو اللأ يعني على الأقل بعض النقاط الشائعة اللي بتنسألوا عنها فيه أمور عديدة يعني تخص المجتمع العربي إحدى الأمور اللي إحنا ممكن دائما متطلع هي بأيامات الذكرى مثلا أحداث يوم الأرض إحنا في أكتوبر قريبا أحداث أكتوبر 2000 النكبة واضح بتوصيات وزارة المعارف اليوم اللي هي عمليا هي الوزارة ذاتها بتعطي تصديق على أي مناهج تدرس وأي مناهج لا تدرس لكن هذا لا يمنع تطرق لموضيع اللي هي مثيرة للجدل أو الشائكة أو غير مذكورة خاصة إذا الطالب أبرز هذا الموضوع بالصف فللمعلم يعني مسموح يجيب هذا النقاش على الصف إن كان يوم الأرض أو النكبة طبعا بدون إسهاء أو تحريض أما الرواية الفلسطينية مسموح مناقشتها بالصف أحداثها توبعها هذا جزء من تاريخنا ومن حضرتنا أنا عشان أسقل طالب ذو هوية وانتماء أنا بحاجة أطرق لهذه الموضيع الشائكة بدون تخوف إنما من محل تربوي أجيب نقاش على الصف وأقدر أعرض طائفة من الأراء عمليا مش رأي واحد محدد فإحنا يعني هذا مثال مثلا يعني أقدر ناخد كمان مثال على هل مسموح لمعلم يعبر عن موقف سياسي بالصف لأي حزب أنا صوتت مسموح لمعلم يعبر طبعا لمعلمين كثير بتخوفوا من هذا المحال لأنه فيه رقابة والأخطر هي الرقابة الذاتية المعلمين اليوم بمحال إنه غير السلطة وإسقاطاتها والأشياء حسام بتطور شيء عنده داخلية صار فيه رقابة ذاتية على المعلمين فأنا مسموح أعبر بس أنا ممنوح أحرد أنا مسموح أعمل مودلينج نمذجي إحنا بنسميها أنا ممنوح أعمل دعاية لحزب فالأشياء بالدليل بتيجي واضحة جدا لأنه تعميمات وزارة التربية أحيانا المحظورات والممنوعات هي غير واضحة في ضبابية معينة وإحنا أجينا نبسط الأشياء أو شوك المصطلحات بتكون فتفاضة مرات فتفاضة مش واضحة وين الحاد وين مسموح وين بيصير فيه إجراءات تأديبية عفاف وين تلقى وين تهديد بفصل يعني مظبوط اليوم الوزارة بتشجع على حرية الخطاب وعلى حرية التعبير بس بعد فيه تخوف بأرض الواقع ملموس جدا بتشوفيه كل مرة بتكون فيه أحداث سياسية اللي احنا منواجهها دكتور سيريني تعالي نحكي شوي على أرض الواقع كيف تتعامل مع كل قضية حساسة مثل القضايا السياسية والليه غالب ما بتشكلها كمفترق طرق أمام مربع عربي في مؤسسة تربوية إسرائيلية أصلا أوكي هم مش بس المربين اليوم كل شخص بموقع اللي هو موظف كبير بأي محل هو يخضع لنفس الأنظمة واللي أنا بفكر فيه من ورقها شيء من الحكمة إنه إحنا الناس اللي المفروض نكون قديش أكتر محايدين بموقفنا حتى ما نأثر على الطلاب كمان مرة بكل المواضيع ولكن على سبيل المثال بالأمور السياسية كتير مهم لإلي إنه أسمع بالأول من الولاد شو حاسين؟ أوكي وهذا طبعا المعالمين كمان بعملوه بالقسم طبعا المعالمين شو أنتوا حاسين؟ وين الإشي كتير مدايقكم؟ وين الإشي اللي عم بخليكم تحسوا أنكم كثوروا؟ ليش؟ من وين جاي؟ من أي محل؟ الهدف طبعا دائما أنه نخلي لولاد والمعالمين يعبروا والإشي عن رأيهن عن حالهن ولكن دائما مهم لإلي نوصل لمحلين أساسيات المحل الأول إنه إحنا كيف نتطلع لقدام بالنهاية حتى بالأحداث الأخيرة في مستقبل مشترك للعرب اللي موجودين هون لا إحنا رح نطلع من هون ولا اليهود رح يطلعوا من هون إحنا عايشين مع بعض كيف نعيش مع بعض نكمل حياة مشتركة بأمان وبسلام وبأمان كتير مهم الشغلة الثانية اللي أنا دائما بطلع عليها واللي بحب إنه نوصل لها كيف من أوجاعنا تخلق إنجازاتنا بغض النظرة دي إحنا منتوجع بحياتنا الاجتماعية والسياسية كشعب كأقلية مرات كمواطنين اللي ممكن ندقينا إشياء مشتركة لمواطنين من المجتمع اليقودي من هذا الوجع ومن هاي الأزمة كمان هاي مهارة اللي إحنا عم نشتغل عليها واللي منسميها التوجه الذاتي والتوجيه الذاتي هاخذنا عتميت كيف الولد يطلع على مشكلة ويحاول يلاقي حلول يعني كتير مهم لإليه بعد ما إحنا نطرح وجعنا ونعبر عن رأينا نفكر لقدام كيف منقدر نحسن كيف منقدر نعمل الوضع هذا أحسن وشو دورنا مسؤوليتنا اليوم هي كلمة اللي كتير تتردد عنا كمعالمين وكمان كطلاب بفكر اليوم هذا التوجه هو بيخلق نوع من الإيجابية بيخلق نوع من الطموح وهاي المسؤولية بتخلينا نفكر فعلا اليوم إحنا كشعب أنا بوافق لازم نعرف تاريخنا حسب كل الأبحاث الإنسان اللي بدي يتقبل النيراتيف أو القصة الرواي طبع الطرف الآخر لازم يكون يعرف إيش قصته وشو روايته وفعلا إحنا نتطرق لكل هاي أيام الذكرى اللي إحنا مهمة جدا لأنا جزء من حياتنا ومن شعبنا ولكن دايما تبدأ وتختتم بكيف إحنا منتطلع لقدام وكيف قد ما إحنا متضايقين وقد ما الإشي بوجعنا كيف إحنا نعطي لمجتمعنا أكتر نعمل مجتمعنا مزدهر أكتر وكيف إحنا نكون لنا بصمة بهذا المجتمع كم علمين وكطلاب بس هل كل مربي أو معلم مؤهل أنه يدير هذا النوع من الحوار؟ عشان هيك إحنا كتواقم ومش بس بمدرسة القصة اللي أنا كتير بعرف عن مدارس بتشتغل بهاي المنظومة إحنا منرتب هاي الحوارات وهي الأيام اللي رح تتمرأ للطلاب على شكل فعاليات كتواقم المربين مع مركز التربية الاجتماعية مع مدارة المدرسة كتير مرات منتشاور كمان مع أشخاص اللي مختصين بالموضوع حسب الموضوع فنعم كلمة السر هي التخطيط المشترك ملاءمة التوقعات وكمان كتير مهم نعمل سيناريوهات إنه في حالة صار هيك شو ممكن نعمل؟ اليوم هذا موديل اللي هو عالمي بيشتغلوا عليه شركات عالمية عالمية وات اف فإعني شو بيصير إذا فإحنا كتير منحط سيناريوهات محتملي بهاي اللقاءات هذا كتير بساعدنا لأنه إحنا لما نفوط على الطلاب ومرات لما بيمروا النقاش والحوار بشكل كتير سلس واللي بيخلص فبطلعوا اللي معالمين إنه يعني كأنه كان ممل يعني الإشي مش كتير أكتر من اللازم بسلاسي فنعم أنا بفكر إذا الولاد بتعودوا يعلم يعبروا عن آراءهن ويشتركوا بفعليات اللي فيها تفكير نقدي كتير بيعبروا عن إمكانيات مختلفة لحل صراع أو نزاع أو مشكلة معينة في المجتمع بصير الموضوع السياسي هو جزء من إشياء تالية تعالج في المجتمع ولكن ما بيعود إيكا محيط بهذا الموضوع كل هاي المخاوف والتخوفات اللي قلنا يمكن شرعية بعد مرسخ بأذهاننا كتير أحداث وحوادث فعلا اللي كانت تكون يعني فيه أعقاب التعبير عن الرئيس وهريد أرجع معك لموضوع الدليل اشتغلتوا عليه عمامتولة وين وصل وين انتشر وقديش عم جات بتآمنوا إنه كحتة يعني صياغته راح تكون بمثابة أداة اللي تسهل حياة المعلم ومش بس المعلم كل شخص اللي يعني يعمل في المجال التربوي صحيح إحنا نشرنا حاليا قبل واحد تسعة عممنا على جميع عمليا المواقع اللي متعامل معها موقع الجمعية موقع قسم التربية أيضا بالجمعية في منتديات معلمين اللي إحنا بتواصل معهن فإحنا كمان عممناه هناك نشرنا طبعا للمدارس اللي إحنا بشراكة معها وفي عمل العفاف راح يكون مع المجتمع المدني مع لجان ولجان أولياء أمور وبالفترة القريبة إحنا إحنا إسا بس نشرنا أما الفترة القريبة خلال السنة نتأمل يكون في تعاون مع باقي المدارس إنه نصل لكل معلمين لأنه نمعلمين هنا حلقة الوصل بيننا وما بين الطلاب فرح يكون في تعاون في خطة عمل أيضا مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إحنا بتواصل لتعميم لتسهيل دخول هذا الدليل وإيصاله بالصيغة الصحيحة يعني لكل المدارس بالشأن تصلكوا ردود فعلي يعني من بعض المربين على سبيل المثال إنه توضحت بعض الأمور بالنسبة إلى كمان يمكن شوي حكينا قبل عن الأمور المسموحة إنه الأمور الممنوعة يعني هل تحددت هل كان في تعقيب على هاي التفاصيل يعني أنا بدأ شاركك قبل إحنا قبل ما نطلع هذا الدليل كان في عندنا مجموعة من المعلمين ومعلمات بالمنتديات المختلفة المشترك معها يعني هني كانوا شركاء يعني إحنا عشان نصدر هيك إشي بيكون فيش قسم التربية وقسم الحقوق عندنا إنما أخذنا كمان بايلوت من معلمين مدنيات وعطيناها الدليل شو الأسئلة اللي بتطلع شو الأسئلة اللي بتشغل بالكو أي مواضيع شائكة فهني كانوا شركاء لهذا المحل العفاف من هذا المنطلق إحنا شفنا إنه هذا الدليل هو العنوان الصحيح بسطنا الأشياء وضحناها وعطينا هيك بفكر جواب يعني بهذا المحل من أبرز الممنوعات إنه المعلم ممنوعي يدخل جهة خارجية إلى داخل الصف لإحداث يعني اختلاف بالرأي؟ لتوازن الحوار أنت عم تسأل؟ لا غير صحيح مسموحاً لا يعني أنت مش مجبور تجيب إذا أنا جيبت جمعية حقوقية تحكي عن موضوع معين تترح موضوع معين لطلاب المدرسة أو للمعلمين هل أنا مفروضة علي أو مجبور أجيب كمان جهة أخرى؟ لا غير مش بالضرورة مش بالضرورة إحنا مش دائماً لازم نروح لموازنة الحوار لأنه كمان إحنا منحس إنه إذا إحنا منجيب مؤسسات حقيقية على المدرسة كأنه أنا بعمل إشي غير قانوني والهدف أيضاً من الدليل توضيح للمعلمين إنه إحنا مسموح نعمل هذه الشغلات الحيز التربوي هي مساحة حرة مسموح أنا أحكي فيها أعبر أخاطب حتى عن مواضيع الدليل ما اتطرق لها جزي قصة التطعيمات اليوم إحنا لضيق الوقت ما تعاملناش معها بالجمعية بس في كتير أسئلة إسا عم تجينا بالقسم شو مسموح عملا عن موضوع جدل عن موضوع جدلي وشائك مسموح أسأل مسموح أطرح فإحنا منقول بشكل جداً واضح كل موضوع هو مسموح للنقاش بالصف بدون ما أنا أفرض رأيي إنما أنا أعطي طائفة الآراء أعطي مجال كيف سرين حكت لكل المواضيع ولكل الإمكانيات لتطرح بالصف جميل طيب دكتور سرينو إذا كان المربي متخبط برأيه بمعنى إذا اليوم حضرتك زي أي إنسان آخر عم بتتواجه قضية إنوان عريض لأنت مش عارف إذا أنت معه أو ضده وبعدك ما شكلت رأيه مثير للجدل قد يكون رأي الدولي مختلف عن رأيك الشخصي حتى في الموضوع مين الرأي السائد بالصف؟ الرأي السائد بالصف هو الرأي اللي يتم الاتفاق عليه بالطاقم خلال الطاقم طبعا إحنا لما منكون مدرسة اللي تاب على وزارة التربية أكيد كمان الخطوط العريضة طبعة وزارة التربية هن اللي بتوجهنا ولكن اليوم مهم نعرف إحنا كمان كعرب إنو وزارة التربية اليوم كتير في عندها حكمة بطرح الأمور اليوم العنصرية هي خط أحمر على الأقل بالأمور المكتوبة والإشياء اللي بتوصل للمدارس فما بيكون فيه سماح لكبت رأي معلم معين ولكن زي أي موضوع تاني زي موضوع التطعيمات كمان أنا اليوم رأيي يختلف عن إيش كان رأيي قبل كمان لما انعطت التطعيمات بأماكن معينة أنا شخصيا كان فيه عندي رأي آخر ولكن اليوم أنا تاب على مؤسسي لما أنا بختار أكون جزء من مؤسسي ولما أنا بختار أنه أنا أكون تابع على مؤسسي معينة فيه أمور اللي بتحتم عليه بالضبط زي طبيب اللي كتير مرات بأخذ قرارات اللي هي يمكن رأيه الشخصي كان بتعارض معاها ولكن إحنا اليوم كلنا بنشتغل بمؤسسات ولما فيه تركيبة معينة في المؤسسي وفيه سياسة معينة بالمؤسسي فهذه المؤسسة أكيد بدأ تأثر على كيف إحنا نشتغل مرات عشان نقدر إحنا نعمل هاي الموازنة بين إيش إحنا حاسين بين إيش إحنا مفكرين وبين إيش في عنا تعليمات كتير بهم نعمل هذا الاجتماع قبل بس فعلياً بتلمسوا دكتور رسرين يعني ومين قدك بقدر يقول كمديري لمدرسة أنه الوزارة ووزارة التربية والتعليم بهم ما ما يكون فيه تغذية للعنصرية داخل المؤسسات التربوية لأنه وزارات أخرى طبعاً يعني طبعاً مواضح إذا منتطلع على المستند اللي فيه أهداف وزارة التربية والتعليم العام وكمان اللي بتعلق بمنطقة الشمال بلواء الشمال مذكور بشكل واضح تعزيز الانتماء إلى المجموعة اللي إحنا ننتمي إليها تعزيز قدرة الطالب على التعبير عن الرأي تعزيز التعددية وتشجيع الطلاب على سماء أراء مختلفة وتقبلها عدم الإنجرار وراء أي عنصرية أو وراء أي تحريض هاي الأشياء اللي إحنا منقدر نستعملها لصالحنا والإشي بيبدأ منا زي بأي إشي تاني كمان مرة زي بأي إشي تاني ومن هنا أنا بقول للمعالمين معنى حق مرات نفكر 30 ألف مرة قبل ما نطلع الإشي اللي بنا نحكيه منتمنا ولكن مش بس نتطلع على هذا المسئولية بس لما نحكي على السياسي بكل إشي تاني كمان لما نحكي مع ولد وكمان لما نطرح موقفنا بإشكالية صارت بين طلاب إحنا ناسة اللي منأثر على الولاد جميل مهم مهمة هاي النقطة دكتور سريني أنا بدي كلمة منك لو سمحتي أخير يمكنك تكون لكل الأهل اللي نعرف بس مدى شراركتها بموضوع حريط التعبير لدى أولادها قد دي الدور أساسي وقد دي فاعل عشان بعدها نسمع رسالة للمربين أيضا من ستسوها رسالتي للأهل إحقوا مع الولاد لما بروح الولد على البيت وبيقول اليوم إحنا حكينا عن موضوع معين مهم كمان بالبيت الولد يسمع آراء مختلفة ويسمع شو أهله بفكره وكمان بالمدرسة وعم بأخذ إرشاد كيف هو يتعامل مع الرأي اللي راح يسمعه من أهله فإحقوا مع الولاد كل ما حكينا مع أولادنا أكتر بعدة مواضيع كل ما زادت قدرتهن على التعبير أولا عموما على التعبير الشفي كل ما زادت قدرتهن على سماع آراء آخرين كل ما زادت قدرتهن على تحمل آراء مختلفة عنهن بدون ما يثوره فنصيحتي للأهل إحقوا معاهن اتواصلوا كمان مع المدرسة لما في عندكم بشكل عام إحنا شخصيا بالقسطة اللي إحنا بنتواصل مع الأهل لما فيه أي مناسبة بيكونوا عارفين أنه راح يطرح هذا الموضوع في المدرسة ولكن مهم تسمعوا دايما من الولاد ونصيحتي للمدارس وللمعلمين الولاد هدول إحنا جزء من تكونهن جزء من سقل شخصيتهن وجزء من بناء مستقبلهن فكل ما أعطيناهن أكتر وكل ما وسعنا مساحاتهن أكتر كل ما أبدعوا وصدون الولاد عندهم قدرات هائلة زي ما إحنا معلمين آمنوا فينا إذا إحنا من آمن فيهن ومنعطيهن هاي المساحات راح يوصلوا كتير لبعيد وإذا نرجع بالذاكرة مصطفى عن جد هي الفترة الحرجية دعنا نقول عن جد فترة المدرسة وفترة الأساس وهي كمان منك نسمع كلمة أخيرة هيك بتحب أنك توجهها بعد ما اشتغلتوا على هذا الدليل وبحثتوا للعمق هذا الموضوع أنا بكون بقدر أقول توصياتي للمعلمين أنه تذكروا حريط التعبير عن الرأيه أساسية بأي نظام ديمقراطي وبالعمل التربوي هذا إشي أساسي بنفعش بدونه تعزيز الخطاب التربوي النقضي التربية القيام الخطاب التعدد هي أشي مطلوب اليوم منك معلمين حكيته سابقا عن كيف إحنا كل واحد فينا بتذكر المعلم والمعلمة اللي مرأوا عليه وأنا بفكر أنه إحنا لنا تأثير جدا كبير مرئة وغير مرئة بهذا المحال فمهم جدا أنه إحنا نعزز الطالب شو إحنا منحكي هو بحس شو إحنا نشعره أيضا بحس فبهذا المحال المهم إحنا نكون كمان مودلينج نموذج لإله نطور عنده نسقل شخصيته وما نخفش لأنه إحنا بعد الدليل أجينا نوضح ببساطة شو ما سموح وشو ممنوع وبتأمل يكون فيه إله استعمال وفائد جميل جدا سوهر جرجورة ودكتور سليم جلي شكرا لكم كل عام وأنتم بخير شكرا لكم شكرا لكم